جددت جواتيما لا دعمها الثابت والراسخ لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة وذلك في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية وجاء التأكيد على هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية بجمهورية جواتيمالا السيد بيدرو برولوفيلا خلال مباحثاته عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج السيد ناصير بوريتا وأعرب السيد برولوفيلا كذلك عن تتمين بلاده للمبادرة الملكية لميناء الداخل الأطلسي والذي سيكون له تأثير كبير على تحسين التجارة بين أمريكا اللاتينية والمغرب وكذلك كمنصة نحو القارة الإفريقية برمتها ونوه الوزيران بذكر مرور خمسين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجددين التأكيد على الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أليخاندرو جيماتي للعمل من أجل توطير هذه العلاقات لا سيما في إطار تعاون جنوب جنوب يعود بالنفع على البلدين